بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عن المبعوث الرحمة للعالمين أما بعد نجدد ترحابنا بكم على أمل أن تكونوا كلكم جداً وعزماً من أجل النجاح في هذه الحصة سنخصص هذا الدرس في مراجعة شاملة لسنوات السنة الثانية ثانوي جميع الشعب سواء العلميين والأدبيين أو لغات أجنبي برنامج السنة الثانية ثانوي يرتكز على العصر العباسي بطوريه اللي هو الطور الأول والطور الثاني إذن تابع لتفهم معي جيداً هذه الأمور تفيدك كثيراً في البناء الفكرة العصر العباسي من 132 هجري إلى 656 هجري بطورين لماذا سمي أولاً بالعصر الذهبي للأدب العربي هذه نقطة ثم ما هي أسباب تطور هذا العصر هذا ينبغي على التلميذ أن يكون على دراية بها سمي بالعصر الذهبي للأدب العربي لأنه عصر شهد تطوراً في الأدب وحين نقول أدب شهد تطور الشعر كما شهد تطور النثر تطور الشعر وتطور النثر وهو هذا التطور نحن نحصره في الأدب فقط لأننا ندرس الأدب العربي أما هذا التطور فقد مسى تقريباً جميع المجالات في الطب في الهندسة في الرياضيات في الفيزياء في كل المجالات هناك أسباب أدت إلى تطور الأدب في هذا العصر وهي أول سبب تشجيع الخلافاء للحركة الفكرية كيف شجع الخلافاء لحركة الفكرية؟ عن طريق إنشاء دور العلم زائد جلب العلماء وإنشاء المكتبات هذه كلها أسباب لا بد هذا السبب الأول رئيسي لأن الخلافاء حين يشجعون الحركة الفكرية تجد إقبال كبير على الأدب من قبل العلماء أو عفوا من قبل الأدباء والشعار الاختلاط والامتزاج بين العرب والأمم الأخرى وهي نقطة جوهرية لأن العصر التي سابقت العصر العباسي عصر جاهل صدر الإسلام والعصر الأمم وهذه العصر الثلاثة التي سابقت العصر العباسي كان العرب عرباً خلصاً وبالتالي كانت الحياة الأدبية محدودة وإذن هنا الاختلاط والامتزاج بين العرب والأمم الأخرى ونقصد بالأمم الأخرى هي هنود زائد فرس زائد يونان هذه الأمم الثلاثة اختلط بها العرب فأثريت الحياة الفكرية والأداب نشاط حركة الترجمة وهو عامل مهم جدا وهنا نقصد بحركة الترجمة ترجمة الكتب من علوم الأمم الأخرى إلى العربية لأنه ما لم تترجم لن نفهم محتواها وبالتالي الترجمة كان لها دور كبير جدا في تطور الأدب في هذا العصر ظهور طبقة الشعراء المولدين والشعراء المولدين هم شعراء لأن هذا الاختلط والامتزاج نشأ عنه تزاوج بين العرب والأمم الأخرى فظهر الطبقة من الشعراء المولدين نقول هم شعراء يحملون صبغات الصبغات هي الصبغات الوراثية عربية وأعجمية ونشأوا عن طريق تزاوج وهناك من الشعراء الذين استعربوا يعني كانوا ينتموا للأمم الأعجمية ثم انتقلوا إلى الأمة العربية هذه العوامل الأربعة ساهمت في تطور الأدب لذلك قد يأتيك السؤال في الامتحان ما أسباب تطور الأدب في العصر العباسي أو يقول لك ما هي عوامل تطور الأدب في العصر العباسي ما هي عوامل أو ما عوامل ازدهار الحركة الفكرية في العصر العباسي فهنا تلاحظ أن هذه الأسئلة وإن اختلفت صياغة وها في المعنى واحد فهو يتحدث عن هذه الأسباب هذا ينبغي للتلميذ أن يكون على دراية به ننتقل بكم إلى أهم التيارات التي ظهرت في العصر العباسي تابعوا معنا إذن ما هي أبرز التيارات التي شاءت في هذا العصر وينبغي على التلميذ أيضا أن يحفظ هذا ويكون على دراية بهذه التيارات أولا نلاحظ أن العرب اختلطوا بالأمم الأخرى وخاصة الأمة الفارسية والأمة الفارسية كان لها دور كبير في يعني هي الأمة التي تأثر بها العرب أكثر من الأمم الأخرى كيف كان ذلك؟ من خلال ظهور ما يسمى بتيار اللهو والمجون الذي عرف عن الأمة الفارسية وحين أقول الأمة الفارسية فهي الأمة التي عرف من العرب من خلالها بناء القصور وشرب الخمور وانتشار الملاهي وبالتالي أول تيار نقف عنده هو تيار اللهو والمجون تيار اللهو والمجون وحين نذكر تيار اللهو والمجون فإنك سوف تتذكر أبو نواس وهو رائد تيار اللهو والمجون أبو نواس هذا أول تيار اللهو والمجون أولا ظهر نتيجة ظهر نتيجة نتيجة تأثر العرب العرب بالحضارة الفارسية بالحضارة الفارسية ورائده أبو نواس أبو نواس يعني كان يدعو يعني الشيء الذي أتى به أبو نواس وهو استبدال المقدمة الطلالية بمقدمة الخمرية ووصف الحياة المعاصرة وصف حياة المعاصرة كان نقول نحن أن أبو نواس كان يدعو يعني دعوة أبو نواس على أي شيء قامت دعوة أبو نواس أول شيء قامت عليه وهو استبدال المقدمة الطلالية بمقدمة خمرية سوف نشرح هذا استبدال المقدمة الطلالية بمقدمة خمرية ما معنى هذا أن العرب قديما كانت إذا أرادت أن تكتوب الشعر لابد أن تبدأه بمقدمة طلالية وهي الوقوف على الأطلال وذكر حياة البادية إلى آخره فأبو نواس كان مولعا بالخمر وهو رائد تيار له والمجون كان يبدأ قصائده بمقدمة خمرية فهو ثار ضد المقدمة الطلالية التي كانت سنة وعاد يستعملها الشعراء قديما هذه نقطة النقطة الثانية دعوة أبو نواس قامت على الصدق الفني يعني نقول دعها عفوا دعها إلى الصدق الفني وحين نقول الصدق الفني لابد أن نفهم معناه وهو وصف ما نعايشه وصف ما نعايشه يعني كان يستنكر أبو نواس أن شاعر يعيش في العصر الأباسي وفي زمن القصور والملاهي وأنت تصف في شعرك الرحلة والخيمة والخيل والقافلة هذه أمور كانت مرتبطة بحياة البادية قديمة لذلك كان أبو نواس يدعو إلى الصدق الفني وهو وصف الحياة المعاصرة التي نعيشها ثالثا سهولة اللغة وهو جانب من جوانب التشديد سهولة اللغة يعني استنكر أبو نواس حتى الفاض صعبة للقدمة كان يستنكره فهذه الأمور ثلاثة ينبغي نركز فيها التلميذ هو نقول أبو نواس رائد تيار اللهو المجون ظهر تيار اللهو المجون نتيجة تأثير العرب بالحضارة الفارسية لأن الحضارة الفارسية عرفوا من خلالها بناء القصور وشرب الخمور ودور اللهو والمجون هذه كلها من أمور ترصبت عن الحياة أو حضارة الفارسية أبو نواس كان يدعو إلى استبدال مقدمة الطلدي ومقدمة خمرية إلى الصدق الفني ويدعو إلى سهولة اللغة لأن اللغة التي كان يستعملها القدماء هي لغة صعبة فنقول أبو نواس باختصار ثار على القدماء يعني واجتنب شعرهم جملة وتفصيلا لذلك هو يقول عاج الشقي على رسم يسائله وعجت أسأل عن خمارة البلد ويقول في قصيدة أخرى دا عن كلومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته صر وهو هنا هذا دليل على المقدمة الخمرية ثم من هم أبرز الشعراء الذين تابعوا أبنا وأب نواس في هذه يعني أو فيما ذهب إليه نجد من الشعراء الآخرين يعني شعراء الله شعراء الله والمجون أيضا لا بد أن يحفظها التلميذ نجد والبة بن الحباب والبة بن الحباب ووالبة بن الحباب هذا شعر من الشعر العصر العباسي وهو أستاذ أبنواسي يعني هو الذي علم أبنواسي الله هو المجون مطيع بن إياس مطيع بن إياس هكذا إياس وحمد عجرد هؤلاء من أبرز من مثلوا هذا النوع من اللهو والمجون أبنواس تميز بالشعوبية كما تميز بالزندقة نشرح نحن مصطلح الشعوبية ومصطلح الزندقة لأنه مهم أن يفهمه التلميذ حتى يجيب في الإمتحة ما مرّبنا مع بن نواس لابد أن ننبه أيضا إلى مصطلح الشعوبية ومصطلح الزندقة الشعوبية هي كل نظرة تحط من شأن العرب والزندقة هي كل نظرة تحط من شأن الدين أو من قدر الدين الدين الإسلامي وهذا ما كان يقوم به أبو نواس فهو يكره العروبة وكان يحط من شأن الدين الإسلامي لذلك نسميه شاعر زندق وشاعر شعوبي هو يميل إلى أصله الفارسي فأبو نواس كان يميل إلى أصله الفارسي ويكره العرب كرها شديد وبالتالي هذه الأمور لابد أن يحفظها التلميذي إذن تلاحظ أنه بعد تيار اللهو المجون سوف يظهر لنا تيار الزهد وهو التيار المعاكس لتيار اللهو والمجون بعد تيار له المجون ظهر لنا تيار الزهد وتيار الزهد هنا لابد أن تحفظ تعريف الزهد وهو غرض شعري يعني تعريف الزهد وهو غرض شعري غرض شعري يدعو من خلاله الشاعر إلى الإقبال تذكر الآخرة والإعراض عن مالذات الدنيا غرض شعري يدعو من خلاله الشاعر إلى الإقبال على الله تذكر الآخرة والإعراض عن مالذات الدنيا الدنيا ومالذاتها هذا التيار ظهر ضد تيار اللهو والمجون ظهر ضد تيار اللهو والمجون من أبرز رواده نجد أبو العتاهية أبو العتاهية زائد أبو العلاء المعري فأبو العتاهية والمعري كان من الشعراء الذين ثاروا ضد أبن واس على أي شيء يقوم يعني إلى ما كان إلى ما الذي كان يدعو له هؤلاء الشعراء أولا تذكر الموت الابتعاد عن مالذات الدنيا نحي ونصح ووعظ هؤلاء اللهين العابثين فلذلك أحيانا تجد النمط السائد فيه يعني إما تجد فيه النمط الحجاجي أو النمط الإعازي الإرشاد لماذا؟ لأن الشاعر يريد أن ينصح إذن لذلك نقول هنا ما هي خصائص الزهد خصائص الزهد خصائص تيار الزهد ينبغي على التلميذ أيضا أن يحفظه من خصائصه الدعوة الدعوة إلى تجنب تجنب الملاحي الملاحي نصح اللاهين العابثين تذكر تذكر الموت والآخرة استخدام أسلوب أسلوب الوعظ من خلاله يعني أنهم يعظون هؤلاء الشعر فتلاحظ هنا أن العصر العباسي ظهر فيه باختصار شديد أختزل لكم كل الحصة نقول ظهر تيار الله والمجون وظهر تيار مضاد له وهو تيار الزهد فكان الأول يدعو إلى حب الدنيا ورائده أبو نوس وكان الثاني يدعو إلى تذكر الموت واليوم الآخر ورائده هو أبو العتاهي أو أبو العلاء المعاري فباختصار شديد هذه العوامل كلها مجتمعة أدت إلى تسمية هذا العصر بالعصر الذهبي للأذب العربي نلتقي في حصة أخرى مع بعض التفصيلات حول هذا العصر ثم فيما بعد إن شاء الله نحاول أن نقوم بتحليل نصوص خاصة بهذه الأنواع الشعرية أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته